السلام عليكم وفي سؤال بيقول هل يمكن نجاح التسليم المشاريع بصيغة الريفت دون اللجوء إلى عقد الاجتماعيات والاتفاق على تفاصيل المستندات الخاصة بدارة مشاريع البيم مثل اليربي والبيم كوشامبلان طيب بناء على الايه هنقول ان احنا استلمنا المشروع ده انا بكلم على مشروع حقيقي فعلا وكمشروع كبير والشركة طلبتني يا عادتلي تعالى حللنا المشكلة دي ايه هي الشركة دي هي شركة استشارات الهندسية وجايب شركة بتعمل لها البم وشركة دي هندية وبتسلم للاشغال اللي هي الادارة بتاعت الدولة فكل ما يسلموا يقولهم لا ده مش هو ده اللي احنا عايزينه لا مش هو ده اللي هو عايزينه فحصل مشارك كتير جدا ان شركة الهند عايزة تاخد فلوسها وتمشي بتقول ان احنا مسلمين الشغل زي ما عايزين الشر الأشغال بتقول لا مش هو ده المستوى اللي احنا عايزينه فكان فيه مشكلة كبيرة جدا طيب ايه اللي انتوا عايزينه انت ممكن انا مثلا ايه اركز ان انا بعملك في جوازشن صح لا انت بالنسبة لك ام حاجة الحصر بالنسبة لك ام حاجة الشغل في الموقع بالنسبة لك يعني فيه حاجة كتير جدا ايه الجزء اللي انت شايفه ناقص عشان تقول ان انت استلمته هل انت هو مكتوب في العاد ان هو استلم بيم فهل انت متنتظر اللي دي 300 ولا 400 ولا 500 ولا متنتظر ان اعملك فرشوة ريالتي ساعات بنلاقي ايه فيه مشكلة مع العميل واميليات غضبانة دهما بنعد معنا بنكتشف ان سبب المشكلة حاجة في دماغه او فيه حاجة مش قادر يعبر عنها بالاميل بس هو كان شاف مثلا اجمانتد ريالتي فهو كان متصور البيم هو اجمانتد ريالتي فعايزنا نعمله اجمانتد ريالتي فبنان على ايه هتقول ان انت استلمت تمام؟ هي الفكرة بيش وصائك البيم انسى البيم خالص بس البيم هو ده وسيلة وليس غاية يعني بيش الهدف ان انا اعمل شغل البيم الهدف ان انا اعمل شغل مزبوط وبس تاخدي من البيم كوسيلة ان نوصل للحاجة ده فهي الفكرة كلها امتى هتقول ان ان انتو متفقين ان شغل ده خلاص هو استلمنا شغل البيم لانها مفيش حاسمها سلمني بيم وخلاص لا فيه مراحل وفيه انتفائيات لا ده انا محتاجة تفاصيل معينة لا التفاصيل دي بيش هتفرق معي بالعكس هتقلل موديل فلازم يكون فيه اتفاق بيننا وبين بعض انت ممكن تعمل ورقة معينة وتبعاتها وتقول له هو ده اللي انا سلمه لك بموافق امين خلاص بتشغل عليه ولو يحصل اختلفات نرجع للورقة دي لا بيش هي ده اللي انا عايزها لا ده انا محتاج حاجة معينة لا ده انا محتاج حاجة معينة لا ده انا في دماغي تفاصيله معينة بنابدأ نتفع عليها وساعات ما كتكون الحاجة زي ما بقول لها حاجة تفا جدا نبش دماغنا فكان اول حاجة عملتها ان احنا قعدنا عملنا اي اي ار تمام اي اي ار ده كده بعملنا بيم كشامبلان خلاص فهمنا ان الموديل دوت محتاج الشغل بسيط جدا لشان يوصل ان هو يكون مقبول انما غير كده مستحيل كان كل الشغل يتبع تترفيد يتبع تترفيد وعده وكذا شهر فهي الفكرة كلها مش هينفع اي مشروع تستلمه حتى لو انت بشغال بيم بغير لما تعمل اجتماعات وتتفقه على الشغل الكلمة اي اي ار والبيم كشامبلان ده يعني مصطلحات معناها ان احنا ببقى فهمين اللي عامل عايز اي 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 ار والبيم كشامبلان مفهمين هم نعمل للعمل ازاي يعني هي لا سحر ولا شعوزة ولا لا هي مجرد ان احنا بنتفق على طريقة الشغل لو احنا مش بنتفق على طريقة الشغل كان في موط شكورة ومفيش جون يعني الجون نفسه مفيش فهنقد نلعب فين ومن اللي هيقول ان احنا كسبنا ولا خسرنا ولا من اللي تعادل كل واحد يرمي في العرضة ولا يرمي في برا الملعب